مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام بيبدأ الفيلم بأوليفيا واللي بتكون في مسابقة بتكسبها وبتكون الجوائز عبارة عن توزيع أطفال على الجماهير كل الناس بتاخد أطفال اللي هي بالرغم من إن هي الفايزة ما تقلقوش ده مش فيلم رعب وخطف أطفال المهم بيطلع كل ده حلم كانت أوليفيا بتحلمه وبتصحى من النوم وهي في حضن جزع براين وبتروح لدكتور نوري واللي بيبان إنه الدكتور بتاعها من زمان من وقت ما قررت تخوض تجارب الترقيح الصناعي اللي عملته مرة واثنين وتلاتة وكل مرة كان بيفشل المرة دي دكتور نوري بينصحها ما تقررش التجربة وتجرب تأجر رحم لكن أوليفيا بترفض عشان حلمها إن هي اللي تحمل بنفسها وتعيش تجربة الحمل والولادة وبتصمم تخوض التجربة مرة تانية وبعدها بنتعرف على أنا وجزها غابي بيبان قد إي أنا ستة نجحة وعندها سلسلة مطاعب معروفة وجزها بيشتغل معها لكن هي المالك الأصلي لكل ده وبتكلمها الصحف علشان تعمل معها لقاءات كسيدة صاحبة مشروع ناجح لكن هي بيكون كل اللي شغلها وبتحلم به هو حلم الأمومة وبتقول لجزها إنها حددت معاد مع دكتور نوري علشان يلقوا حل ويخلفوا وهناك عند الدكتور بيصرحهم إن الحمل شبه مستحيل لأن الحيوانات المنوية غابي ميتة والحل إنهم يلقوا متبرع بالحيوانات المنوية ويلقحوا أنا صناعيا في البداية الفكرة بتصدم غابي لأنه مش هيكون القب البيولوجي للطفل لكن أنا بتقنعه إن الأبوة مش بالجينات ولا الحمد النووي الأبوة بالله هيربي ويعيش مع الطفل ده غابي بيكون عارف كويس إن ده حلم أنا وما بيحبش يحرمها منه عشان كده بيوافق وبيكون للمتبرعين بروفايلات على موقع التبرع وبيدخل يختاروا مواصفات المتبرع كشكل وتعليم وتاريخ صحي عشان أكيد كل ده هيظهر في جينات ابنهم بيطلب غابي من أنه إن المتبرع على الأقل يكون شبهه عشان ما ييلفتش نظر الناس إن الولد مش شبه غابي وفعلا بيلاقوا متبرع نفس لون بشرة غابي وشبهه وبيختاره وعلى الجانب التاني بتحكي أوليفيا لبراين إنها راحت للدكتور وإنها حابة تخوض التجربة للمرة الرابعة بيبان إن براين تعب من الموضوع ومش حابب يكراره وده بسبب تكلفته الصحية والمادية الكبيرة بتقول لأوليفيا إنها تكلمت مع العيادة وهيقصته مبلغ العملية وكمان هتبيع عربيتها ما بيقدرش براين يكسر بخاطر أوليفيا وبيوفقها وبيكرر يكون جنبها في أي قرار هتاخده وفي المستشفى وقت تجهيز أوليفيا وأنه وحقنهم هرمونات علشان العملية بتكون أنا جاية معمومتها ومتوترة جدا فبتقوم تتمشى وساعتها بتقابل أوليفيا اللي بتشاركها حكايتها وبتقول لها قد إي حلم الأمومة يستاهل كل اللي بيعملوه دخلت أوليفيا على أنا بتعجبها وعشان كده بتعزمها أنا على قهوة بعد ما بيخلصوا عشان عارفة إن دماغهم هتمشي على بعض وهيبو صحاب ولأن الظروف بتقرب الناس خصوصا لو الظروف متشابهة بيلاقوا في بعض الدعم اللي محتاجينه لأنهم هم اللي اتنين بيمروا بنفس الحالة وعندهم نفس الحلم فقدرين يحسوا بعض وبتحكي أوليفيا لأنه إن مامتها متوفية من زمان وكان نفسها تكون معاها في وقت زي ده وعشان كده مقررة لو خلفت بنت تسميها مية على اسم مامتها وبتطمن أنا أوليفيا إن مامتها موجودة وهتتعامها زي ما بتدعم أنا وبتاخد أوليفيا إذن من السوبر ماركت اللي بتشتغل فيه وبيكون مديرها وزميلتها عارفين رحلتها مع عمليات التوقيح وبيتضيق إنها هتتعب نفسها في المحاولة مرة تانية لكن بيتمنه لها النجاح وبييجي وقت العملية وبتكون أوليفيا وأنا وجابي في المستشفى لأن عمليتهم في نفس اليوم بيجي وقت عملية أوليفيا بس براين ما بيكونش وصل وده بيوتر أوليفيا جدا عشان كده بتكرر أن تبدل معادها بمعاد أوليفيا وتدخل الأول على أمل براين يكون وصل وفعلا بتطلب أنا التبديل واللي هيكون هو محور تحول حياتهم هما الاتنين في كل اللي جاي وده اللي هنعرفه سواء بيجي وقت معاد عملية أوليفيا وبتدخل وفي آخر اللحظة بيدخل عليها براين وبيطمنها وبعد العملية بتتجمع أوليفيا وبراين مع باباها وأختها وبتبلغهم باللي عملته بيباني أن باباها خايف عليها وبيكترح عليهم التبني بدل التعب اللي بنته بتمر بيه كل مرة وبيقولوله أنهم مخليين ده آخر حل يكون قدامهم وأن أوليفيا لسه عندها أمل تحمل وفعلا بيبلغ دكتور نوري أوليفيا وأنا أنهم حوامل وأن أوليفيا حامل في توأم طبعا بيتيروا من السعادة وبيتجمعوا كلهم في المطعم عند أنا يحتفلوا وبتقوى علاقة أنا بأوليفيا أكتر وأكتر وبعد أربع شهور حمل بيبدأوا يعملوا شوبين جسابة ويجيبوا طلبات البيبي وفي المحل بتلاحظ أنا أن أوليفيا بتشتري لبس أولاد مش بنات وساعتها بتعرف أنها اختارت أن الجنين يكون ولد لكن أوليفيا ما بتكونش حددت نوع الجنين ولا كشفت عنه عشان حب تكون مفاجئة وفجأة بتتعب أنا وبتاخدها أوليفيا بسرعة للمستشفى وهناك بيكتشفوا أن الجنين مات وبيعملوا لها عملية إجهاد الخبر بيصدم الكل بما فيهم أوليفيا وبراين وبيحصل لأن الصدمة ما بتعرفش تتخطاها وبتبطل تروح شغلها وبترفض تخرج من اللي هي فيه وكل اللي بتكون محتاجة إنها تكون لوحدها وبس بيحاول غابي كتير يخرجها من اللي هي فيه بس ما فيش فايدة فبيكرر يكلم أوليفيا عشان تبقى جنبها وفعلا بتروح لها وبتحاول توسيها لكن من الواضح إن أنا الوجع اللي جواها أكبر من أي مواسع بتعدي ست شهور وبتبق أوليفيا في شهر الحمل الأخير وبتعمل بيبي شوار بتعزم فيه كل الناس وبتتفاجئ لما بتلاقي جابي وأنا جايين يزوروها فبتحاول أنت بان طبيعية لكن كل حاجة في الحفلة بتفكرها بابنها اللي مات في بطنها وإنها في الوقت ده كان ممكن تكون هي كمان بتحتفل أما جابي بيتكلم مع براين عن قد إيه هو حاسس بالعجز ومش قادر يخرج أنا من اللي هي فيه وما عندوش الحقة حتى إنه يعبر عن زعله من اللي حصل بتخرج أنا من الحفلة وبتكرر تمشي لأنها مش قادرة تمثل إنها كويسة أكتر من كده ولما بيرواحه بيحاول جابي يتكلم معاها والأول مرة بيشده مع بعضه وبتجرحه لما بتقوله إنه مش حاسس بيها لأنه مش القب البيولوجي للطفل وبتطلب منه يديها مسيحتها الشخصية تكون لوحدها طبعا بيتصدم جابي من كلامها بس مش بيكون قدامه حل غير إنه ينافس طلبها وأوليفيا في الشغل بيجي لها أعراض الولادة وبيجري بيها مديرها على المستشفى وهناك بتولد توقم ولد وبنت وبنلاحظ من اللحظة الأولى إن الولد لن بشرته غامل مش زي أوليفيا وبراين بس الغريب إنه كلنا بنلاحظ ما عاد أوليفيا وبراين وبعد ما بيعدي على ولادتها أربع شهور بنشوف أنا وأوليفيا خارجين سوا وبتساعدها أنا في الاهتمام بالتوقم وبتسألها أوليفيا لو بيفكروا يقرروا العملية تاني لكن أنا بتقفل الكلام في الموضوع ده كأنها تعقدت منه وبتهرف أوليفيا من أنه إن علاقتها هي وجابي متوترة وأنهم شبه منفصلين بقالهم فترة طويلة وبتشجعها إنها تروح تصلح وتتدل عليه وتعودوا عن ألم كل الفترة اللي فاتت لأنه مالوش زنب وفعلا بتسمع كلامها لكنها لما بتوصل المطعم بتلاقي جابي واقف مع موظفها هناك بتتدل عليه وبتحاول تقرب منه وبالرغم من إنه صدها إلا إن أنا بتشك فيه وكأنها بتتلكك إن العلاقة بوز فبيحاول جابي يفاهمها اللي حصل لكنها بترفض تسمعه وبتطلب منه يسيب البيت ويترد البنت دي من المطعم وفي يوم بتكون أوليفيا جايبة كتاب بتسجل فيه كل تفاصيل توقامها ومراحل حياتهم وصورهم وبيكون في صفحة منه المفروض تسجل نوع فصيلة الدم بتتفاجئ لما بتلاقي إن فصيل الدم سام ابنها ما لهاش أي علاقة بفصيل الدمها هي أو براين وبتحس إنه في حاجة غلط ولما بيرجعوا لدكتور نوري بيبلغهم إنه حصل خطأ وقت العملية وإن مية هي بس بنتها البيولوجية هي وبراين لكن سام نتاج بويضة وحيوانات منوية لأباء تانين بتتسجم أوليفيا وبراين وبيهزقوا الدكتور وبيكونوا عاوزين يمشوا وبيهددوا إنهم هيرفعوا على قضية لكن في اللحظة دي بيوصلوا الأباء الحقيقيين لإسام بعد ما دكتور نوري بلغهم وبيتصدموا لما يكتشفوا إنهم أنا وجابي وبيطلع الوقت اللي كانت فيه أوليفيا متوترة قبل العملية ولما أنا طلبت تبديل الوقت معاها إنهم عكسوا العينات بعد ما جهزوا وبكده بقى الأوليفيا طفلة بيولوجية فعلا وطفلة تاني كانت مجرد أم حاملة لي زي فجرة استقهار الرحل وبيحصل شد بين أنا وجابي وأوليفيا وبراين وكأن أنا ما صدقت تلاقي حلمها قدام عينيها وقررت تعافر عشان ترجع ابنها ليها وأوليفيا بترفض تتنازل عن الطفل اللي حملت فيه وعاش معاها أربع شهور كاملين فما بيكونش قدامهم حل غير المحكمة وبتطلب أوليفيا من ليلي أختها إنها توصلها بمحامية شطرة تساعدها في القضية وبيكون رأي ليلي إن أوليفيا تتنازل عن سام لأنها لأن ابنها الحقيقي ولأنها مش هتقدر تتحمل تكاليف ومصاريف المحامة والقضية وطبعا كعادة أوليفيا ما بتسمعش غير لنفسها حتى لو هتبيع بيتها المهم إنها مش هتتنازل عن سام والمحامية بتنصح أوليفيا وبراين يحلوا الموضوع وديا لأن المصاريف هتكون غالية وفعلا بتتقابل أنا وأوليفيا وبتقترح أوليفيا على أنا إنها تزور سام من وقت للتاني فبتنفعل أنا وبتتعصب على أوليفيا اللي بتمشي وتسيبها فساعتها بتمسك أنا أوليفيا من إدها جامد وده اللي بتستغل أوليفيا ضدها وبتعمل لها محضر عدم تعرض وقتها مامت أنا بنتكلم معاها وبتقول لها إن كل التوتر والعصبية اللي هي فيها مش هيجيبوا لها أي نتيجة غير إنها هتخسر زي ما خسرت جزها من غير ما تسمعه هتخسر ابنها وبتطلب منها تهدى عشان تعرف تتصرف وتفكر وفي أول جلسة في القضية بتنتهي بحكم من المحكمة بحق زيارة سام لأن وجابي في ظل وجود مرأبة من المحكمة وفعلا بتاخد المراكبة سام وبتروح لأن وجابي وبتكون بتسجل في ورق مدى صلاحيتهم لسام وبتحاول أن تمثل وتطلب من جابي حضنها عشان ما تعرفش المراكبة إنهم منفصلين وتاني جلسة بتتهم محامية أوليفيا أن إنها ستة عصبية وعنيفة وإنها منفصلة عن جزها وإنها مش هتكون أم صالحة لسام فبيكرر القضي يعرض أن على دكتورة نفسية وفعلا بتروح وهناك بتطلع كل اللي جواها وبتحاول الدكتورة تطمنها وتقول لها إن كل اللي هي حاسة بيه ده طبيعي وبيكون براين متأثر جدا إن ابنه ممكن يسيبه وبتجوفه أوليفيا وهو بيحضن سام وبيعيط وده بيخليها تتأثر أكتر وتحس إنها مش هتقدر تتقبل فكرة التنازل عن سام وبعد جلسة الدكتورة النفسية بتهدأنا وبتتكلم مع جابي وبتصلحه وبتبدأ تقوله إن كل اللي مرت بيه ما كانش سهل عليها أبدا عشان كده فقدت التحكم في أعصابها وتصرفتها وبيرجع لها جابي وبيطمنها إنهم هيفضلوا سوا وهيقدروا يرجعوا ابنهم ليهم وفي الجلسة الأخيرة بيحكم القاضي بقى حقية أنا وجابي في حضانة سام وبتطلب محامية أوليفيا من القاضي خصص لأوليفيا وبراين ساعات زيارة لكنه بيرفض وده عشان يحاول يفصل إلى عائلتين عن بعض ويبقى الآن وجابي مساحة وقت خاص بابنهم والأوليفيا وبراين وقت يتعافوا في من الصدمة دي ترجع لطبيعتها عند أوليفيا وبراين وبيجي براين يفاجئ أوليفيا إنه نقل شغل جديد ومرتب أعلى وتأمين طبي شامل وده هيساعدهم يجيبوا طفل تاني مع بنتهم ميا لكن أنا بيبنى عليها إنها لسه مش عارفة تتعامل مع سام وبتحاول بكل طريقة لكنه بيعيط طول الوقت فبتحس إنه مفتقد أوليفيا وبتكرر تروح لها وبتطلب منها تساعدها تهدي وفعلا بتقول لها أوليفيا على أغنية غنيها له علشان يهدى وبتحضن أوليفيا أنا ومن هنا بنعرف إن علاقتهم هترجع تاني وبعد ما بيكملوا سام ومية سنة بنشوف العائلتين متجمعين وبتكون أوليفيا حامل للمرة التانية وأنا عرفت تتعامل مع سام وتعلقوا بيها وبينتهي الفيلم بنهاية سعيدة ترضي جميع الأطراف وفي نهاية الفيلم بيوضحوا قد إيه مفيش قوانين بتنظم عمليات التلقيح الصناعي وإنه جايز يكون ده فيلم لكن الأكيد إنه معرض يحصل في الحقيقة الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعاريفي وتعليق صوتي ستيفن حليم وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ترجمة نانسي قنقر